عشية أحياء حوادث سقية سيد يوسف تعود الذاكرة بالشيخ عبد العزيز الشجراني إلى صبيحة الثامن من فيبري سنة 58-900-1000 ليستحضر بعض الصور من الاعتداء الغاشم الذي تعرضت له قريته ومخلفه من ذعر ودمار يوم الثمانية فيبري كان يوم عظيم جاءت الطيرات مع ميزة العشرة وقمبلت ساقية سيد يوسف كان جاءت من الجزائر قطر الجزائري وكاننا نحن نتوان سوى الزري مع بعضنا مع بعضنا أيام المحنة أيام الثورة الجزائرية 90% من البلاد التي ضربت لكلها معنا ما بقى فيها أي شيء حتى الصليب الأحمر اللي جاء نهرتها للأخوة اللاجئين الجزائريين ضرب معناهم ساقية سيد يوسف رمز الأخوة التونسية والجزائرية ظلت لعقود من الزمن تعيش ظروفا اجتماعية واقتصادية صعبة وارتفاعا في مؤشرات الفقر والبطالة بما جعلها تتذيل الترتيب في عدد من المؤشرات التنموية ساقية سيديوس معناها المنطقة القلعة المناظلة اللي نورمال ما معناها تكون هي معناها يعني هي جسر معناها لبناء الاتحاد المغاربي للتنمية مالوريز ما معناها ساقية سيديوس معناها حسب الأحصائية والمؤشرات معناها من أفقر المعتمدية في الجمهورية أهل الساقية جددوا مطالبهم بإيجاد حلول لمشاكل الجهة والتي ازداد وقعها جراء تداعيات جائحة كورونا وتواصل إغلاق المعبر الحدودي مع الجزائر هذه حقيقة وهذه حقيقة ثابتة أن ساقية سيديوس تخلفت كثيرا عن الركب الصناعي عن ركب الحضارة عن التقدم خاصة بعد إغلاق المؤسس الصناعي الوحيدة في المنطقة ثم تلاها إغلاق الحدود ما بين تونس والجزائر فتعجلت المدينة وتخلفت كثيرا عن ركب الحضارة لا عمل لا إنتاج كان البطالة فقط عشية أحياء ذكرى حوادث ساقية سيديوسف استحضار للذكرى وتضمر من المواطنين مما اعتبروه غيابة تنمية حقيقية من شأنها أن تسهم في الارتقاء بالوضع الاجتماعي والاقتصادي حسن الكريمي التلفز الوطني التونسي ساقية سيديوسف